عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده يعني مكروه صيام يوم الجمعة إلا بصيام يوم قبله أو يوم بعده فإما تصوم الخميس الجمعة أو تصوم الجمعة والسب وفي رواية أخرى يوم الجمعة تعيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده فقيل أن الحكمة من هذا النهي أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة فكان النهي عن الصيام أكثر عوناً للمسلم على العبادات وأن يؤديها بنشاط وانشراح ويتلذذ بها دون ملل طيب ممكن واحد يسأل هنا هل النهي عن الصيام يوم الجمعة يكون بشكل عام؟ هنا ذكر أهل العلم أن هذه الكراهة تزول إذا لم يقصد تخصيص يوم الجمعة وتعمده بالصيام زي مثلاً لو وافق يوم عرفة يوم جمعة أو عاش وراء وافق يوم جمعة أو مثلاً لو واحد أب واحد يجازه يوم الجمعة وعليه قضاء من رمضان فصام يوم الجمعة لأنه أجازة أو مثلاً واحد كانت له عادة أنه يصوم يوم ويفطر آخر أو واحد نظر أنه يصوم يوم شفاء أو شفاء أحد غالي عنده من مرض معين تنظر أنه يصوم اليوم ده على طول فهذا اليوم وافق يوم جمعة فكل هذه الحالات لا بأس بصيامها لو وافقت يوم جمعة لأنه لم يقصد التعمد والتخصيص فيها طيب إحنا بنوضح كل دليل لأنه يوم عرف هذا العام يوافق يوم الجمعة فالبعض من الناس اختلط عليه الأمر وبيسأل ماذا أفعل؟ هل أصوم يوم قبله أم يجوز صيامه منفرداً؟ والجواب كما وضحنا منذ قليل أنه يجوز لنا صيامه منفرداً بإذن الله لأنه النهي الذي جاء في صوم يوم الجمعة كان في تخصيص يوم الجمعة فالحالة انت بتنوي الصيام لأنه يوم عرفه وليس لأنه يوم الجمعة فخليك حريص على صيام هذا اليوم لأنه يكفر ذنوب سنتين بإذن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء فأسأل الله أن يبلغنا وإياكم يوم عرفة وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتق رقابنا من النار قلوا آمين شارك هذا الفيديو مع غيرك ليستفيد فالدال على الخير كفاعله شير في الخير وعلم غيرك وانشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهاية لا تنسى العجاب بالفيديو واشتراك في القناة اللي بتشوفني على يوتيوب وتابعنا الصفحة اللي بتشوفني على فيسبوك في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته